هطلت الأمطار منذ ساعات متأخرة من ليلة أمس على صباح اليوم في المناطق الشمالية وكانت أعلى قيمة حتى ساعات الصباح لهذا اليوم في منطقة صمة 13 مم إربد 7 مم عجلور 5 مم المناطق الوسطى كانت على شكل أمطار على شكل زخات متفرقة اليوم طبعا إن شاء الله في الساعة القادمة تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع هطول زخات من المطر على فترات في شمال وسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية اليوم الرياح شمالية غربية معتدة سرعة تنشط على فترات أثناء الليل الأجواء تتحول إلى باردة غائم جزئيا مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى العظمة اليوم في عمان حوالي 13 إلى 14 والصغرة حوالي 6 درجات ماوية غداً الثنين أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق تعمل للدفئ في الأغوار وبحرمية العقبة مع ظهور الغيوم مع ارتفاعات منخفضة أيضاً غداً الثنين في ساعات النهار يتوقع بإذن الله طول زخات متفرقة من المطر على فترات في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى العظمة في عمان يوم غداً الثنين حوالي 15 يوم الثلاثاء استقرار على الأجواء ارتفاع قليل على الحرارة العظمة في عمان حوالي 18 درجة مئوية أما بالنسبة للأربعاء القادم تركفت درجات الحرارة قليلاً وتسجل في عمان حوالي 16 درجة مئوية مع أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق وغائم جزئياً بإذن الله ترجمة نانسي قنقر